ازاياكم عمبين اي رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هاعمل معاكم ديكور انا شفتوا في بسط كان بيقول كل سنة انتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم وحسيتني عايزة ديكور قدامي وكمان حسيتني ممكن يكون طريقته سهلة لو جربت ان نعمله والديكور مكون من جزئين جزء فانوس والجزء التاني هلال وقعدة عشان الفانوس والهلال وعلشان ما طولتش عليكم نهاردة ان شاء الله هاعمل جزء وبكرة هنزل الجزء التاني ويلا بينا نبتدي وياريف لايك الفيديو تبولي في التعليقات رأيكم اذا فعلا كان شبه البوست اللي انا شفته وانا هنزل لكم صورته في اخر الفيديو ولا شكله مختلف ويلا بينا نشوفه نعمله ازاي اول حاجة هنرسم شكل الفانوس بالحجم اللي عايزينه على ورقة هنعمل خط في نص الورقة طوله 20 سنتي ومن فوق خط 1 سنتي ونقيس 6 سنتي بالطول ونرسم خط بالعرض بطول 4.5 سنتي ونقيس تاني 10 سنتي بالطول ونرسم خط بالعرض 2.5 سنتي وهيكون ناقص 4 سنتي بالطول من تحت هنرسم في اخر خط بطول 4.5 سنتي وبعدين نوصل الخطوط اللي بالعرض ببعض ونبني الورقة نصطين ونقصها بالمقص ولما هنفردها هتديني شكل الفانوس ده وهنقص الـ 3 اجزاء بتوعها وهنجيب كارتونة وهنقص 4 قطع من كل شكل من الورقة وهنقص زيهم من ورق الفوم بالالوان اللي اتفضلوها طبعا وبعدين نلزق الفوم على الكارتون وبعدين هناخد الاربعة اللي المفروض هيكونوا قاعدة الفانوس ونلزقهم بالشامع بالشكل ده وبعدين الاربع قطع اللي فوقهم هنسبتهم عليهم بالشامع ونخلي بنا من الالوان بتاعتي الفوم تكون زي بعضها لو هيتعمل باكتر من لون وبعدين نسبت الجزء اللي فوق وبورق الفوم هنلف حتاب صغيرة كده على الفانوس علشان ما يبانش الشامع او الكارتون ونجيب كتعتين من ورق الفوم باللونين اللي احنا عملنا ليهم الفانوس ونسبتهم على بعض كده وافطرفوهم هحط شمع وهسبتها كده في الفانوس وهكمل لزق قطع الفوم في الفانوس وبعدين هجيب اي غطى عندي وهحطه على الفوم وهرسم نص دايرة وقدمها نص دايرة وهقفلهم في بعض وهقصها وهتديني شكل الهلال وهرسم نجمة برضو على الفوم وهقصها وهسبتهم على الفانوس بالشامع وهيبقى دا شكله بعد ما خلصنا وهو شكله حلو جدا مش محتاج اي حاجة تانية بس ان شاء الله لما تشوفوا الديكور كامل بكرة برضو هيعجبكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم باي باي